نقول بيننا وبينكم السلفين بيننا وبينكم الكتب كان أحمد يقول أهدي دعا بيننا وبينكم الجنائب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومتبعه دا أما بعد فإني أوصي نفسي وإخواني السلفيين في كل مكان بل ويميع المسلمين بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلم وأوصي نفسي وإياهم بالاهتمام بالعلم لأن الناس في هذا الأصل في أشد الحاجة كلا وجود العلماء ولا يتأتى وجود العلماء إلا أن تنبري منهم طوائف بطلاب العلم يعدون أنفسهم إعدادا صحيحا ليستقوا إلى مستوى العلماء فيقود الأمة بكتاب الله وسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة السلح الصالح فيما يغل الله وفيما يخلصهم من سخط الله تبارك وتعالى من تجنيبهم المعاصي والآثام ومن تجنيب الناس البدع والضلالات والوقوف الشهوات لأن الأمة هذه ما قامت إلا بالعلم حلم الكتاب والسنة وما سادت وفتحت الدنيا إلا بالعلم والأخلاق الأخلاق المستبدأ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرصيهم بالتحصيل العلم وبدل الجد فيه على طريق السلف الذين كانوا يجدون في تحصيل العلم ويرحلون المسافات الشاسئ من مشارك الأرض إلى مغاربها وقد يسافر الرجل بدة شهر أو شهرين من أجل حديث واحد لماذا؟ لأنهم أعرفوا قيمة العلم الذي جاء بهم محمد صلى الله عليه وسلم وأرصيهم بالإخلاص لله تبارك وتعالى في طلب العلم سواء فيما يدرسونه على أنفسهم وفيما يتلقونه من مشايخ العلم وأرصيهم بالآداب والأخلاق الإسلامية وأن يرحم الكبير الصغير وأن يبقل الصغير الكبير نحيي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم علما وعملا وأخلاقا وآدابا فإن هذه الأمور قد ضعفت جدا وهانت عند بعض الطوائف تباما فلا أخلاق ولا آداب ولا علم ولا الصدق مع الأسف الشديد ونسأل الله أن يطهر الأرض من هذه الأصناف وأن يخلف هذه الأصناف بخير منهم من حملة العلم والدين الصحيح والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة هذا ما أرصي به نفسي وإخواني وأعتقد أن في هذا القدر الكفاية لمن ألقى السماء هو شهيد وصل الله على نبيه محمد وعلى آله وعلى آله وعلى آله شكرا